تتنوع الأسباب لدى المتظاهرين في محافظات العراق المختلفة لكن الفساد يبقى قاسما مشتركا لدى الجميع فتفشي الفساد في الأوساط السياسية حول حياة العراقيين إلى جحيم بعدما انهار القطاع الخدمي فلا كهرباء ولا ماء ولا خدمات صحية ناهيك عن انتشار البطالة بين الشباب العراقيين الفلاحون كذلك تتفاقم معاناتهم جراء الفساد والفشل الحكومي فتقل حصصهم من المياه المستخدمة في الري فيخرجون إلى الشوارع كما في ناحية غماس بمحافظة القادسية للمطالبة بحقوقهم في المياه سابقا بقصة الدام ثمان ساعات يطلون الثمان ساعات ماك مولدات توصل الماء إلى غماس بالطناع الساعة الموجودات توصل الماء إلى غماس نسوي عليها الماشات شلبات طعامات ماء شراب حسنا لحد الآن صار أربعة أيام والله 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 الماء لا تشلب ماكو الماء للحيوان ماكو الماء إنا ماكو المتظاهرون شكوا من أن نقص المياه يعني عدم استمرارهم في زراعة أراضيهم التي تعد مصدر دخلهم الرئيس فإحنا نطالب حصتنا المائية تجي هنقولها بدون نقص وهت تدرون أن تملوا هذه الواجفة أمنوا بأ الله كل زراعة ما عندنا الحنطات بشوما ما تأدها النهزة ما حد يسويق لن عند الغارة ينطعب يسويق لن السايلون ما يسويق السايلون بيش يامية يطلبون عليكراوي يحتاج الفلاح يبيحن على التاجر بثلاثين ألف يبيحن في سبيل سايلون ما عندنا معاناة الفلاحين في ناحية غماس تتفاقم بسبب الفساد الحكومي الذي بات يهدد بقاءهم في الناحية بعدما أقدمت بعض العائلات على النزوح إلى محافظات أخرى طلبا لظروف معيشية أفضل بينما تتصاعد موجات الغضب في محافظات الوسط والجنوب مطالبة بحق الشعب في الحرية والعدالة والعيش الكريم فهل الآن للعراقيين انتزاع حقوقهم؟